تلقى حضرت صاحب اسمو أمير البلاد الشيخ نواهل أحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيه عن خالص تهانيه لسموه رعاه الله بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختمي للقمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مثمنا فخامته الجهود الكبيرة التي بذلها سموه لجمع الشمل الخليجي والتي جاءت استكمالا لما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للحفاظ على المنظومة الخليجية ووحدة الصف الخليجي والعربي متمنيا لسموه رعاه الله موفور صحة والعافية هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نوافل أحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره على ما عبر عنه فخامته من طيب المشاعر وصادق التمنيات مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز التاريخي سيسهم بعون الله في تعزيز التعاون الخليجي والعربي المشترك والارتقاء به تحقيقا للتطلعات والآمال المنشودة مقدرا سموه هذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل الأخوي راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية